التونسي ونظيرو البرازيلي بداية من السبعة واربعة عمتاع العشية بتوقيت سبعة ونص عفوا بتوقيت تونس في البارك دي برانس في حديقة الرياضة أو نصحة العبارة أكيد المباراة بش الدور في ملعب حديقة الأمرة في العاصمة الفرنسية باريز مباراة مهمة تحذيرية لمونديال قطر 2022 إن شاء الله بالله توفيق لنصور قرتاج في البداية الشكر موصول الزملية اللي بشي أمنوا لكم الحصة أمتع اليوم زميننا أي من لقى في الإخراج التقني للحصة كيف كيف نبقى حرش في الكوتة ديجيتال وكل الفيديوهات أكيد تلقوهم على الصفحة الرسمية بالفيسبوك الحياة أفهم نرحب بزملية عبدالله الحطاب اللي بشي رفقني اليوم في التعليق على المباراة عبدالله مساء نور ومرحبا بيك مساء نور مرحبا بيك سيد مرحبا بيك السيد المستمعين على موجاتي ذات الحياة أفهم إن شاء الله تكون ليلة ممتازة جدا كيف كيف يحضر معنا محللنا الفني اللقار في الحصصة الرياضية المدرب من الشبيبة الرياضية اللقيروانية سي شكري بلاك حالسي شكري مساء نور ومرحبا بيك مرحبا بيك سيد مرحبا عبدالله مرحبا بالحضور مرحبا بكافة مستمعية ومستمعات رديو حياة أفهم دونك بيش نحكيه على المنتخبة التونسي التشكيلة المحتملة حضوظ منتخبنا في المباراة هذه لكن كما نعرف الحدث يفرض نفسه في القيروان باعتبار أنه أيام واحد واثنين أكتوبرا بيش يكون الموعد مع التظاهرة الرياضية اللي بيش تنتظم بشراكة بين بلدية القيروان وبلدية درمشتات الألمانية كما أخذينا كيفة الأطراف المتدخلة في التظاهر هذه إن شاء الله تكون ناشحة وتستقطب القيروانيين بمختلف فئتهم وشرائحهم العمرية تحضر معنا اليوم مادام إشراف بالحامرة بوجيه رئيس الجمعية جهوية لتنشيط رياض الأدفال مادام إشراف مساء نور ومرحبا بيك مساء الخيرات يعطيك من صحة ومرحبا بمستمع إذاعة الحياة مادام أكيد المساهمة متاعكم أنتم في التظاهرة هذه بيش يكون من خلال التنشيط ومن خلال إثراء الفقرات اللي بيش يكون في التظاهرة هذه أكيد جدا بيش نعملوا إثراء نتعرف اللي التظاهرة هذه هي تخص جميع الفئات العمرية والجمعية بتاعنا تمس الشريحة العمرية اللي هما في رياض الأطفال هي جمعية جهوية لتنشيط رياض الأطفال دونك هي في نفس الوقت تستقبل الأطفال يعني بيش يشاركوا إن شاء الله في التظاهرة هذه وعن طريق الأطفال بيش نستقبل الأمة هات والأباء والعائلات إن شاء الله بيه نوعية الأنشتال بيش تقوموا بيها أهم النشاط بيش يصير يوم واحد أكتابر اللي بيش يصير فيه الماراتون بيش يشاركوا للأطفال في سباق ميسين مترو بسبقت لهم التجربة هذي لكن الحاجة الجديدة والمهمة هو أنو بيش ندمجو ذوي الهمم موطع حتى في الأطفال كيما موجودة معنطا الفئة هذي في الكبار موجودة في الصغيرات أطفال عندهم ذوي احتياجات اللي عندهم التواحد واللي عندهم التخلف الذهني واللي عندهم إعاقات جسدية الكل إن شاء الله بيش يكونوا موجودين معنا في التظاهرة هذي في يوم واحد أكتابر بالنسبة ليوم ثنين أكتابر هو مهرجين بيش يصير في الفسقية بيش يصير فيه ألعاب شعبية بيش يصير فيه استقطاب لجميع الفئات العمورية للأمة هات للأباء للأطفال بيش تكون عنا خيمة باسم الجماعية الجيهوية للتنشيط في هذا الأطفال بيش تكون فيما زوز ألعاب شعبية اللي هي لعبة القفص بالشكارة وفهم اللعب اللي احنا نسميها الجيجة العامية لكن احنا مش بيشكون موجودة جيجة معنا بيشكون معنا بطة إن شاء الله ألعاب شعبية موجهة الصغيرة يشارك فيها الكبير والصغير يشارك فيها اللي عنده ذوي احتياجات اللي ينجم معناها يفيد اللي ينجم يستنفع احنا شنون الهدف متاعنا هو أن الوليو نقبلوا شخص هذيك معنا في المجتمع ويعيش معنا الأم ما تخجلش بصغيرها هذيك اللي عنده احتياج تعرفوا الناس يخرج ويشارك وكيف كيف الإنسان يسويه والطفل العادي يقبل الصغير هذيك ويعبقى المستوى متاعه ويلعب معاه ويتشارك معاه في جميع الألعاب بالشعبين به مدام كيف كيف في نفس الإطار هذي كيد رياض الأطفال بيش يكونوا ممثلين وتم التنسيق والاتصال بهم بيش هما بيدورهم يشاركوا في التظاهر هذي من خلال إقبال الصغيرات والعائلات كما كنت تحكي انتي مهم جدا حضور متاحهم في التظاهر هذيك إن شاء الله إن شاء الله نحنا بإذن الله معانتا متوقعين حضور أكثر من المتين طفل متواجد في الماراتون إذا كان مش أكثر وفي بالنسبة اليوم الفاسقية بيش تكون أكثر برشة على خاطر بيش تكون معاهم العائلات وبش تقول الصداية متاع يوم واحد أكتوبر هو اللي بش يستقطب اليوم وثنين أكتوبر أكثر وأكثرين به مدام خليلك الكلمة المجال المفتوح أمامك تحب تعرف بالأنشتر تقوموا بيهم تحب تعطي كلمة على الجمعية الجهوية لتنشيط رياض الأطفال وفي نفس الإطار أكيد نحثه كل الفئات العمورية والمجتمع القيرواني بجميع أتيف وبش يكون متواجد إن شاء الله يوم واحد أكتوبر واثنين أكتوبر للمشاركة في التظاهر هذي الجمعية هي جمعية تنشيط رياض الأطفال تعنى أكثر شيء بأنشتة مواجهة للأطفال ومن أهم الأنشتة التيحها هو مهرجان إبداعات الطفولة اللي يصير كل عام في الفصل الربيع يعني في الربيع تعمل تكوين الإطارات متع الطفولة بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة يعني مع إطار تفاقد والإرشاد كذلك تتنظم رحلات للإطارات الترفيهية تقوم بأنشتة اجتماعية مساعدة العائلات ذوي الاحتياجات خاصة في شهر رمضان في العودة المدرسية في الأعيات وإحنا نقوم بالدور هذا لأجل الأطفال اللي يوم مدمجين معنا من طرف شؤون اجتماعية يعني يجونا أطفال معنا بدراسة من زارة شؤون اجتماعية تتبنيهم رياض الأطفال لذلك تدخل في الأنشتاة هذه لذلك مشكورة مادام إشراف بن حمرة بوجي على الحضور معنا إن شاء الله أكيد إحنا كيف كيف الحياة فيه مشو نكونوا حاضرين متواجدين في التظاهر هذه عندك إذافة مادام؟ نحب نشكر كيفة العضوات اللي هم ناشطين معايا لحقيقة واللي يعملوا جهة كبير جميع الأعضاء اللي يتحركوا معنا واللي يعطيوا من وقتهم ومن جهدهم وحتى من فلوسهم بجتنجح الأنشتنط على الجماعية شكر للجميع يعطيك الصحة مادام الله غالب أكيد الحدث اليوم هو مباراة الودية بين تونس ولا برازيل تمنينا أنك تكون حاضرة معنا بأكثر وقت ممكن ونجم ونحكيه أكثر على إن شاء الله فرصة أخرى مرحبا بك أكيد إن شاء الله في موعد قادمة بيكون موجودة معنا مشكورة مادام إشرف الحمرة بوجيه رئيس جمعية جهوية لتنشيط رياض الأطفال عشرة دقائق فقط تفصلنا على انتلاقة المباراة بين المنتخبة التونسي ونظيرو البرازيلي أكيد بيش ناخذوا لمحة فنية على المقابلة هذه مع محللنا الفني شكري باللاك شكري يكيد بعد انتصار على منتخب جزر القمر رحكينا برشا على منافسنا اليوم منتخب البرازيل اللي يبقى كالعادة مش في حاجة لتقديم منتخب تونسي بيش يلعب من أجل صمعت وصورة كورت القدم التونسية منتخب برازيلي منتشي بانتصار ودي على غانا في الأيام القليلة الفارتة كيف نسل شيء منتخبنا تونسي تفوق واحدة بليش على جزر القمر كيف تشوف المقابلة هذه وحتى التشكيل الأساسية اللي كنا تابعناها بعد شوية نخذهم عن زمينة عبدالله الحطار شوف اكيد هي مقابلة مش عادية تقريب بين المنتخب البرازيلي اللي قاعد يعمل فيه نتائج إيجابية نتائج ممتازة كالك سواء في المقابلات الودية بتاعه أو في المقابلات الرسمية نشوف حتى انتصارت بتاعه كانت من حجم 304041 هذك عليش فريق برازيلي كما نعود نقول هديما الكلمة فريق رهيب فريق ممتاز جداً عنده ملاعبية يتمتع بإمكانيات معناها مهارية خاصة كبيرة برشا لكن ممكن الجانب المهاري هذيا تغاء على الجانب التكتيكي في تشكيل المنتخب البرازيلي اللي يخلل المنتخب البرازيلي غايب على معناها تقريب منذ 2002 مترشحش النهائي كأس العالم يعني عنده 20 سنان فريق البرازيلي معناها هناك يجي تشوف طلقة الجانب المهاري في المنتخب البرازيلي متغلب على الجانب التكتيكي والجانب الواقعي متعكورة القدم الواقعية معاكس المنتخب الوطني التونسي اللي تقريب عنده منذ سبع مقابلات نمسك فيها جلال قادر للمنتخب الوطني تقريب نتائج إيجابية زروا هدف مقبول بالنسبة للمنتخب الوطني يعني سفر هدف مقبول فريق متحمس يعني ما هيشي كل اليوم مشي العب ضد منتخب البرازيلي تقريب منذ 49 سنة المنتخب الوطني التونسي طاحت له الفرصة مشي العب ضد منتخب البرازيلي هذا حدث تاريخي أكيد مش مش نلقاه يعني مش مش يكون منتخبنا اللقمة سيغة قدام منتخب البرازيلي أكيد الجانب المهاري اللي يتميز به الفريق البرازيلي معناها مش يكون عكسنا أحنا اللي مش يكون عننا الانضباط التكتيكي يعني الوقفة الممتازة معناها في الملعب التنشيط الدفاعي اللي يكون ممتاز جدا عند منتخبنا الوطني يعني ننتظره مقابلة إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يعمل أنطعم به في المنطقة المقابلة يعني 30 دقيقة لولانين معناها يكون موجود في الترنام معناها ما يقبلش أهداف وبخلاف هدايا إن شاء الله يعني معناها الانضباط التكتيكي وكل ملاعبي يقوم بالدور المناطب هذا كعليش معناها نقوله نحن راهي مقابلة بتاع كورة قدم حديش ضد حديش صحيح يعني البروفيل بتاع الزوز في رقى ذوما ما همش كيف كيف لكن ديما تقعد مقابلة بتاع كورة قدم ما تبوح بأسرارها إلا ما تلعب في التسعين دقيقة بهي عبدالله كانت تعطينا فكرة على تشكيلة الزوز منتخبات واللي همنا أكثر منتخبنا التونسي والتشكيل الأساسية بشي عاول عليها النخب الوطني جلال القادري بالنسبة لتشكيلة المنتخب التونسي تقريب نقبل ستة دقايق على بداية المباراة في المرمى بشيكون 16 أيمن دحمان 20 محمد دراجر 3 متصر الطالبي 6 ديلان براون 9 مرتضى بن والناس 17 ليس السخيري 28 عيسى العيدوني 18 غيلان الشعلالي 25 ننيس بن سليمان 7 يوسف المساكني 19 سيف الدين الجزيري هذي تشكيلة المنتخب الوطني التونسي بشيول عليها مدرب جلال القادري بالنسبة للمنتخب البرازيلي بشيكون في المرمى أليسان بشيكون على الجهة اليومية دانييل سيلفا ماركينوس في المحور صاحبة دياغو سيلفا تيليس علي سار رباعي وسط الميتين باكيتا كازيميرو فريد رافينيا وفي الخط الهجوم من نيمار وريتشارلسون هذي تشكيلة المنتخب البرازيلي المنتخب التونسي هذي ثانية مقابلة ودية بعد الانتصار على جزر القمر هدف مقابل سفر في العالم والمنتخب الوطني التونسي من أجل إن شاء الله يكون أداء جيد اليوم وبروفا بيها قبل مونديال قطر 2022 سيد إن شاء الله المنتخب التونسي يكون اليوم في أحسن حالته أكيد نتمنى التوفيق المنتخب الوطني التونسي سيشكري كما كنت تسمع في التشكيلة الأساسية اللي بشيبدأ بها المنتخب التونسي مواجهته ضد المنتخب البرازيلي تقريبا كيف تشوف النظرة فنية للتشكيلة هذية ونعرفه طبعا اللعب بتاع المنتخب البرازيلي خاصة عن المستوى الفردي والجماعي اللي ممكن يقلق برشا خاصة نحكيه على نسبة امتلاك الكورة نعرفه المنتخب برازيلي على مستوى الفنيات وامتلاك الكورة عنده نسب نجاحة عالية جدا ممكن اليوم تخلي المنتخب التونسي مش بش يلقى اللعب اللي تعود به مش بش يلقى نسبة امتلاك الكورة بنسبة كبيرة هذية اللي ممكن انتظروه في المباراة انتا اليوم شوف سيد تقريبا احنا تشكيلة كنا اعطيناها البارح فيها تصحصل فيها تغيير واحد اللي هو مرتضى بنوا ناسخ ذا معناها بمكان راميك عايد يعني بتقريب 95% من التشكيلة كنا بارح اتحدثنا فيها بالنسبة لمنتخبنا الوطني الظاهرة معناها اللعب منتخبنا مش يكون من طريقة 4-3-3 في التنشيط الهجوم يكونوا معناها هذوم في التحولات السريعة يطلع بن سليمان في الكلور اليمين ومساكني معناها يشد الكورة ويستنى أصحابه يخلطوا بالنسبة لتنشيط الدفاعي اللي ملاع به كل مش نشوفه كل أدوار اللي قابوا بها في مقابلة تقريب نفس التشكيلة يلعب ضد اليابان تقريب نفس التشكيلة يلعب في نهاية دورة اليابان بالنسبة للمتخب البرزيلي فهم التغيير وحيد تقريب على تشكيلة تشكيلة العادية المنتظرة ما عدا معناها فينوسيوس وخذها مكانه اللعب فريد هنا مش نقاو يعني رافين مش يلعب على جهة اليمين فريد الجهة يصار شالليلسون معناها مش يلعب رأس حربة نايمار مش يلعب ما هوش المكان يلعب فيه في باريس سان جرمان ما نايمار مش يلعب ملاعبين وسط ميدان دفاعي باكيتا وكازي ميرو ملاعبية ممتازين في عملية افتكاك الكورة ملاعبية في اللعب معناها الجهة جتات يعني اللعب الرأس ممتازين بالنسبة للدفاع فما تفاز معناها لعب سيفيل و ماركي روز و تياغو دا سيلفا هذو ملاعبين سبقوا لعبوا في فريق بي اس جي يعني فما الوتوماتيزم بين الملاعبية هذو ما تقريب ما فماش موفاش كبيرة في تشكيل منتخب البرازيلي منتخب برازيلي كي ما قلت معناها عنده امتياز كبير برشا كونه معناها حافظ على الاستقرار السسمو الاستقرار على المستوى الفني يعني استقرار متاع التشكيل متاع ما فماش تغيير كبير قاعد يقضب فيهم نفس التشكيل او ادنا التشكيل دحمان الطالبي برون بن وانيس دراجر صخيري شعلالي عيدوني امساكني جزيري وبن اسليمين هذي التشكيل اللي مشي عاول عليها الناخب الوطني جلال القادري كما اكدنا سي شكر شوف وبالنسبة المنتخب البرازيلي في ضو معناها الاربعة مهاجمين كيفلهم نايمار تلقاها مشي يلعب في الوضعية الهجومية الفريق البرازيلي بالاربعة اثنين اربعة وقت اللي تلقى نايمار وقدامه على جهته من اسسم رفينا وطالي سار معناها فريد وقدامه تشارلسون يعني هذو مهاجمين عندهم الطابع الهجومي بعد في الوضعية الدفاعية الفريق البرازيلي يرجع للاربعة اثنين مع محاولة الضغط على الفريق المنافس معناها في المناطق المتاع لا يجعل يخرج كرة لكي يفعل الهجم المراكزة هذا فريق البرازيلي لا يجعل المساحات للفريق المنافس في عملية بناء الهجمة من الخلف بل يكون ضغط عالي كما قلت في The Sequence Video شاهدنا في واحدة من السيقنسات البرازيلي تسترجع الكرة بعد 4 ثواني من فقدانها وهذا عمل كبير برشا النسخة المتخب البرازيلي معناها في الجانب الدفاعي نسخة معناها متغيرة من المنتخبات البرازيلي السابقة كما قلنا تقريب منتخب بريزيلي 20 سنة لم يصل لنهائي كأس العالم أنا نتكهل بالتشكيل هذا لأنه دفاعيا في تنشيط الدفاعي معناها يعرف فين فوق معناها يقوم بالضغط العالي وذلك نشوفوه في مقابلة بتاع اليوم منتخب الوطني التونسي هذه فرصة تاريخية قدامه هذا معناها شرف كبير معناها يلعب منتخب برازيلي لم لعبه كله تلعب على ساعة لا ساميها تلعب على المنتخب على اسم تونس شوية اجريسيفيتي في اللحظة هذه سي شكري نستسمح أنت لقت المباراة تكيد نمشي مع زمين عبدالله حتى في التعليق على مباراة دولية ودية في البارك دي برانس بين المنتخب التونسي ونظير البرازيلي تفضل عبدالله بالفعل بداية المباراة الودية بين المنتخب البرازيلي والمنتخب الوطني التونسي وبسرعة نعطي تشكيل المنتخبين بالنسبة للمنتخب التونسي 16 أيمن دحمان في المرمى 20 محمد دراجر 3 منتصر للطالبي 6 ديلان برون 9 مرتضى بن ونس 17 لياس الاسخيري 28 عيسى العيدوني 18 غيلان الشعلالي 25 أنيس بن سليمان 7 يوسف المساكني 19 سيف الدين